وزير الداخلية يرفض رفع ضوابط الحدود بسبب الارهاب والهجرة الشرطة المالية تجمع 23.7 مليون يورو غرامات في النمسا حزب الشعب يخطط لخفض تعويض البطالة إلى 50% السفير الروسي في فيينا يعبر عن استعداد بلاده لبدء حوارا مع النمسا ومحكمة الاحتكار تفرض 3.51 مليون يورو غرامة على شركة هيدر وأخيرا القبض على ثلاث ألمان في فيينا بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة مشاهدين الكرام من النمسا مديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم وبمناسبة عيد الحب كل عام وحضراتكم بخير أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر أنه لا يتوقع رفع ضوابط الحدود الثابتة في الوقت الحالي وذلك لأسباب تتعلق بالأمن وارتفاع أعداد المهاجرين وأكد كارنر على أهمية ضوابط الحدود في مكافحة الهجرة غير المشروعة مشيرا إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم على حدود بورغلاند حيث أن المهربين أصبحوا يتجنبون النمسا وانتقد هانز أميسابور من حزب الحرية سياسة كارنر وصفا إياها بقصة لا تنتهي على حساب النمساويين فرضت النمسا سلاسة وعشرين فاصل سبعة مليون يورو غرامات لمكافحة الاحتيال لعام الفين ثلاثة وعشرين عشرين مليون يورو منها في سوق العمل وثلاثة فاصل ستة مليون يورو في المقامرة غير القانونية وتضاعفت بلاغات الضمان الاجتماعي وتم الكشف عن أربعة ألاف وتسعمائة ثمانية وتسعين موظفا غير مسجلين وثلاثة ألاف وأربعمائة اثنين وخمسين شخصا يعملون دون تصريح وتواجه الشرطة المالية تحديا متزايدا من الجريمة المنظمة حيث تم التحقيق في قضايا بقيمة ضرر تزيد عن مئة مليون يورو واكتشاف مئة واثنين وخمسين شركة وهمية وأشدد المسؤولون على أهمية السرعة والوجود الدائم للمراقبة يخطط حزب الشعب كجزء من برنامجه قبل الانتخابات لخفض تكاليف العمل بنسبة 0.5% سنويا حتى عام 2030 وتشمل الخطط خفض معدل الاستبدال الصافي لإعانات البطالة من 55% إلى أقل من 50% وإلغاء إمكانية العمل الجزئي مع استمرار تلقي إعانات البطالة ولتغطية التكاليف يخطط الحزب لخفض مساهمات التأمين ضد البطالة وزيادة حصة التمويل من ميزانية الدولة وتهدف هذه الخطط إلى تحفيز الاقتصاد في ظل انتقادات من المعارضة خاصة فيما يتعلق بخفض إعانات البطالة أكد السفير الروسي لدى النمسا ديمتري ليوبونيسكي استعداد بلاده لبدء حوار مع أي قوى سياسية محددة في النمسا ويأتي ذلك في ظل توطر العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا وأشار ليوبونيسكي إلى أن العام الحالي سيكون حاسما للنمسا بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة وأن روسيا منفتحة على الحوار مع جميع القوى السياسية العقلانية وأوضح أن الحوار الرسمي مع فين يمر حاليا بحالة من التجميد العميق وأن جميع أشكال وأليات التعاون الثنائي مجمدة حاليا فرضت محكمة مكافحة الاحتكار قرام قدرها 3.51 مليون يورو على شركة هيدر للبناء لخرقها قوانين مكافحة الاحتكار وتشمل الاتهامات الاتفاق على أسعار المشاريع بشكل غير قانوني وتقسيم السوق وتعاونة الشركة مع التحقيقات وقدمت اعترافا شاملا وتهدف قوانين مكافحة الاحتكار إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق وتعد هذه الغرامة جزءا من تحقيقات هيئة المنافسة النمساوية في أكبر احتكار في تاريخها والذي شمل شركات بناء كبيرة مثل بور وستراتبورغ وسوبلنسكي ألقت الشرطة في فين القبض على ثلاث شبان من ألمانيا بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة والاحتيال جاء ذلك بعد تلقي معلومات خاصة عنهم وتم تشكيل فريق مشترك من إدارة الشرطة الجنائية وفرقة العمليات لمكافحة جريمة الشوارع للتحقيق حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بانتحال صفة رجال الشرطة واعترف المتهمون بانتحالهم صفة رجال الشرطة ومحاولة الاحتيال على المواطنين ووجهت لهم تهمة النصب والاحتيال وتم إصدار أمرا باحتجازهم على ذمة التحقيق كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة